31 أكتوبر 2024 مرحبا بكم في موات جديد من سبورميكس نج متبعونا وينما كنتوا في تونس من خلال الفريقانسة متعنا 106.9 وتشاهدونا بالصوت والصورة في اللايف ستريمينغ تلقاوها بدايتو تسويت على قناتنا في يوتوب صنغان نحكيو في برشة مواضيع اليوم خاصة تطورات المدرب الجديد لتراجعة في تونس نحكيو على السي اس اس و اخر التطورات في الفريق نج مرياضي الساحل و ايران نحكيو هوند حتى في الحصة متاعنا اليوم و ردوة كلاسيك و البطولة بش يكون بين تلاجرية التونسي و النج مرياضي الساحل برشة مواضيع بش تحكيو فيها اليوم مع ضيوفنا احمد الصالحي مرحبا اهلا وسهل اسليم انا نستمتع كي نلقى معايا مروين في فرد بلاتو يظلي اليوم جبتني كنا نويع مش خليني فاسة فاسة معك لا لا مكشوبكم شو أحدكم مزيلا مزيلا ان شاء الله الوليد بش تحكو بينا مرحبا مرحبا اسليم مرحبا بحمد يظلي هكتب محليا اللبنة مبعبنا هاي سوفيا رغل سيديوه لا اخوي انا نستانيو في الوخيين واحدة واحدة كان يسمعوا فينا نعرف شوية بطيت و شوية سيركولاسيومي اتبقى و زادة كيف كيف الرحب و مستمعي راديو ميسك شكرا لك مروين بعتوا هيبش يكون معنا التارك العبدالي اللي عبد السابقة تلاجرية التونسي ايضا و كذلك ثابت القاهري المدرب و المحالل الفني و اللي كان فيه تجربة ممستقبل جيبس انتهت منذ ايام سيحكيني عليها اكيد بعض بكثر التفاصيل سوف نبدأ معك احمد تطورات جديدة في التراجرية التونسي اسم دير زاكريان المدرب السابق المومبلي تقريبا اقترب اكثر من اي وقت مضى تقريبا اصبح في تاريخ مفتوح خيرنا نقول مفهم شيء رسمي الى حد الان لكن هو الاسم الاقرب بنسبة كبيرة حتى التوى التوى اللي تدريب التراجرية التونسي انا في تقديري اسلام يعني كاسم و كمدرب مدرب عنده برشة خبرة مدرب رينا السنوات تقريبا خمسة ستا سنين هنا مومبلي و انا مشيت مرة للمومبلي وقتها اعملت بورتري الياس سخيري وقتها كان في مومبلي وكان هو المدرب مع انت مدرب حتى سلت عليه وقتها الياس وبعض الملاعبين بتاع مومبلي مدرب عنده شخصية قوية مدرب يسيطر على حجرات الملابس مدرب يفرض الاحترام و يفرض الانضباط وهذا في تقديري الشيء هذا التراجرية التونسي في حاجة ماسة الى مدرب عنده شخصية قوية يضبط الامور داخل حجرات الملابس لانه في تقديري التراجي عندها رسيد بشري محترم رغم بعض النقاس التراجي قادم على استحقاقات وطنية وقارية وعالمية كبيرة بحاجة الى مدرب كفر بحاجة الى مدرب قادر على اعطاء الاضافة للتراجرية التونسي قادر على ارجاع التراجرية التونسي لثوابته اللي تعودنا بها وهذا نتصور يمكن المدرب الفرنسي انه ينجح فيه ولكن انا في تقديره بالنسبة الى التراجرية التونسي ليست الغاية في انك تجيب مدرب اجنبي بمقدورك انك تجيب مدرب تونسي لكنه قادر على فرض الانضباط عنده شخصية قوية لانه اثبتت التجربة كلما ضغطت جميع التراجرية التونسي كلما ضغطت باجات الفيسبوك على ادارة التراجرية التونسي رغم مقاومتها لذلك في عديد الاحيان الا وكان الاختيار تقريبا على مدرب اجنبي لكنه في الاخير ما ينجحش ليس المشكلة في انك يراه لازم تجيب على الاختيار ليس معنى تراه بالضرورة انك تجيب مدرب اجنبي ليس غاية في حد ذاته تفرض مدرب اجنبي هذا فرضت وعشنا نفس الوضع وقتها قبل ما جئ كردوزو تقريبا التاريخ ويعيد نفسه واستنجدت ويعجناها كذلك مع كرون نفس الضغط تضطر ادارة التراجرية التونسي في بعض الاحيان مرغمة لانك تجيب مدرب اجنبي لكن في الاخير لا يحليفه النجاح انا سؤالي هل دي زاكريان ملم بشؤون الكورا الافريقية هل لديه تجارب في الشامبينزليج الافريقية هل لديه فكرة على البطولة التونسية هل هو ملم هل هو معاومة مع تحديد موامين خطر انت بشيء مارسل كولر كيجال الاهلي لا عندوش فكرة لا على البطولة المصرية لا على مسابقات الافريقية وهذا كل شيء مع الاهلي هذاك جاء في الفترة التحذيرات الصيفية خذاء وقته بشي يعرف الفريق بشي يعرف الملعبية يعني كان عنده متساع من الوقت بشي يضبط اموره لكن انت كتجيبته مدرب اجنبي تقريبا قبل ثلاثة جمعات من استحقاقة شامبينزليج راي الترجلية التونسي راي ليست في مجموعة سهلة الفرق الموجودة في المجموعة مهيش معناتها من الفرق في المتناول الترجلية التونسي بشي يعاني للمرور من دور المجموعات انا اللي نقوله رأوا تخطئ ادارة الترجلية التونسي انها تستنجد مدرب اجنبي تحت الضغط وهي تبدأ مهيش مقتنعة بلي هو راي المدرب الاجنبي هذا هو اللي بشيكون الحال الامثل للترجلية لانه في الساحة الوطنية فهم مدربين قادرين على انهم يدربوا الترجلية التونسي قادرين على انهم يضبطوا الامور في حجرات الملابس اللي هي تقريبا مشكلة في الترجلية التونسي عند الترجلية التونسي ملاعبية نجوم كل واحد يرا في نفسه عنده الاهلية والقدرة بشيكون هو قايد الفريق كل واحد يرا فيروحه اللي هو اقوى من المدرب وهذا الشيء صار مع كاردوزو لانه فهم ملاعبية حتى في التصرفات مع كاردوزو حتى في طريقة خطابه من كاردوزو كانوا متعالين نوعا ما على المدرب خاني اخوى رأيك انت مروين في الاسم هل هو الانصب للترجلية التونسي اليوم؟ شوف اسلام كي تجي تشوف البريود هذي اللي قاعدين نشوف فيها على المدرب أسكو أجنبي ولتونسي ناس كل والدتاتي في رأيها الرافي برشة معانتها محلين يحكيوا يقول لك الترجلية نجحت مع مدربين التونسي ونحن نشوف اسلام يظهر الرافة مع بيت قاعدة تخدم كي ما نقولوا حتها شخصية كي ما نقولوا فمشكوني يقول لك أنا قاعدين يلوجوا يحبوا يحطوا أنترونير تونسي حتى في الأعلام في المحلين كل شي عليش احنا في كيب ناسيونال ملقيناش مدرب تونسي احنا طوا في الظروف هذي او حاتينا فوز بنزرتي قالك ليه حاتينا فلين قالك ليه كل مرة ينبرو على فلتين طوا عندك مدرب تونسي نجميش الدرجل موجو أعطيني ساميلي هذي اخي الدرجل هذي تونسي علي مفهم لدرجة ذي مفهمش مدرب احمد يقول لك حتى مسألت شوية متراجي يقول لك اهنا الجمهور اليوم ما واش قابل مدرب تونسي يقول لك همش نجي مدرب تونسي يقول لك حتى باش نحط مدرب تونسي اليوم باش يدخل يخدم تحت الضغط من اول انهار عدا ان نتجنب هذي يا اسلام تعطيني جمعية يسير فيها الجمهور وإلا إدارتها تتصرف وفق ضغط الجمهور ونجحك احنا اليكيب ناسيونان مرقينين هش انتروني لا لا خلينا نحكيه بكل خلينا نحكيه بكل معلتها اسمع لي كل قادة دس في رويحة خلينا نحكيه بكل واحد يخدم الموضوعية خلينا نحكيه في اطالة تراجرية تونسي جمعية عندها افكتيف محترم صحيح فيه بعض النقايص لكنه فيه كالي تي ما هي مشكلة التراجرية تونسي هي مشكلة مدرب يعرف يوظف الملعبية ويعمل الخطة التكتيكية تتلئم معه لهوية متاع فريق اسمه التراجرية تونسي المدربين موجودين سليم شوف بالنسبة المدرب هذي حسب السيفين بتاعه يظهر لي قادري قادري يشد التراجرية كان في صورة ما جاء الحقيقة معنا السفوار قديبش يطالب معتها فلوس وكل شيء ما هو ما يتكلفش برشا نوعا يتشوف السيفين بتاعه سليم عمل في مونبليا اربع سنين عمل في نونت اربع سنين كل فريق يمشير وزيدة في كلورمان زادة من 2009-2012 عامل ثلاثة سنين مدرب كان يحبوا يخدموا التراجر خطر اليوم ما اسمع جمهورنا ميصبورش السليم ديما يحبوا يجيبوا انترونيور يجبوا 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 ويجبوا يجبوا 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 كل جماعة يبقى في اربع سنين معتها يظهر لي على حسب السيفين احمد يظهر لي يستحق معتها يكون في التراجر شخصيته زادة كمدرب شخصية كمدرب نحن ننجحوا كان يحبوا العقلية تتبدل متاع الجماهير الرياضية بسيفة عامة عليش نحن كل مدرب نجيبوه ميفوتش العام ويناحيوه هذيك اكثرش من الموبيليه فريق كبير معتها في فرنسا وقعد معها اربع سنين يكونوا مدرب فاشل كان يحبوا نخدموا اليوم رايي اسمع الكورة في الربح اللي قصرت نجم تهزم وكل شيء ما حسب السيفين متاع المدربة ذي قادر يبني لك فريق واللي هم الجمهور معتها ما يصبرش هذيك المشكلة عما كيتشوف انا ممكن التراجير معتها يستفاد من المدربة ذي كان في صورة ما يجي للتراج أحمد السنين اللي قررها المدربة ذي يدرب فرق في وسط ترتيب وإلى في أسفل ترتيب في فرنسا تقريبا بعيدا ما تكون مستوي أفضل بطولة فرنسا من مستوي بطولة تونس لكن ترجي في شخصيته عنده حتى كم الكلمة اللي تعالى الورشة ليمات الرئي الذي يحب يلعب الهجوم ويصنع اللعب وهو يسايد على الفرق الأخرى معي نجم شخصية المدربة يفرضها عليه الفريق اللي يلعب به هو إلا تعود بشخصية معينة فريق قالوا حتى في تصريحاته هو يحب يلعب التالي ويلعب الـ نجم يبدل كيجيل ترجل تونسي أكيد هو أخي مسؤولي ترجل تونسي أكيد نحكيه مع المدرب وأكيد يعرف المدرب اللي يدرب ترجل تونسي عفور حول أشقا دمرك أنت مكشد درب في فريق من أفضل معنات الفرق الفريقية فريق معناتها معروف على المستوى العالمي فريق هذا في الشمبيونة متاعه تقريب 32 و33 مرة يعني المشكلة لا تقوم بعمل السي في المدرب المشكلة بأنه كان المدرب غادر على أن يسيطر على المجموعة الموجودة في الترجل تونسي غادر على أن يلعب الترجل التونسي كما أنت كنت تتكلم وأنا لا أنا في تقديري كما كان يحكي مروان أنا المدرب قتلك مشيت المونبلي معناته وحضرت غاديك التدريبات وسألت حتى الملعبية ووقتها مدرب شخصيته قوية مدرب ما يحكي مع حد غاديك الملعبية وكل شيء تحتك ينحكي مع الياس السخيري يعني مدرب يفرض الانضباط مدرب في الأعوامل اللي رينا فيها مونبلي مش بضرورة لعب على البطولة على الشمبيونة مرة وقتها مونبلي متكلاسية الثانية وكل شيء ما هوش مدرب معنات مهم الشخصية مهم يفرض انضباط لكن مشكلة الشيء التكليك وأنك تصنع تصنع اللعب ويحب عليها الجمهور والإدارة والنس الكل ويتنحها خاطرها كاردوزو هذا اللي مهم أكثر هذا الزيت هذا مهم جدا أنك تلقى البروفيل الملعبية في الموجودين في الترجري تنجم تبني بها فريق معناته وجومي فريق يضغط فريق يطلع فريق يسيطر فريق يماركي فريق يسجل بونتويت كثيرة يعني موجود الإفكتيف في الترجري التونسي موجود أما المشكلة أن يقود لك في توظيفه هذا المدرب قد لك اختيار ممتاز وممتاز للغاية اعتبارا للبروفيل متاعه اعتبارا لقدرته واعتبارا على شخصيته شخصية معنا تسيطر على الفيستية شخصية معنا تفرض الاحترام على الملعبية وهذا مهم جدا في الترجري التونسي في الظرف هذا تحق بنا تارق العبدالي مرحبا تارق شخصية مرحبا بيك سلام سبا لبا سبا لبا سبا لبا سبا لبا بيه تارق كنا نحكي عن مدرب جديد اللي مفروض يكون في الترجري التونسي تقريبا ما عاش سمعتنا ولا ليه هو الأقرب تاوى حتى المفاوضات معه تقدمت بنسبة كبيرة برشان فمش شي رسمي لكن هو الأقرب دير زكريال مدرب تارق كنا نحكيه انه مدرب كان يدرب فرق وسط الترتيب وتارجي تحب على مدرب يصنع اللعب هالفكره يتماشى مع تارجي ولا ليه هالمدرب قادر يغادئ غير أفكاره ولا ليه بطبيعة سلام بعد شواء متاع كاردوز ومنتصورش كان المسؤولين اليوم متاع تارجي بشي بشي جاسفوا بأي مدرب اليوم صورتو كنا نحكيه على المدرب جديد وليس معناه انه عندو الكاريزما مدرب معناه جدي ديسبليني وهذا هي المطلوب اليوم في مجموعة عنده نحكيه على النجوم اليوم في الإسبرانس دونك نجوم هذومه اللي يلزومهم الخدمة ويلزومهم الديسبلين ويزومهم برشة حاجات دونك المدرب هذا البروفيل متاع المدرب اليوم اللي هو المدرب بتاع فيستير مدرب بتاع كومينيكاسيون ومدرب أبجيكتيف. اليوم تراجي في صفة عامة نحكيه على الجانب بتاع الانضباط في الإسبيرانس نحكيه على البلالي وغير البلالي. ديما المدرب الكبير السلام هو اللي يفرض كل شيء. المدرب الكبير هو الأدراس بالنسبة للجمعية. هو اللي يمثل الجمعية. هو التصوير بتاع الجمعية اليوم فنيا. من الجمعين نحكيه على مدرب في التراجي سورته بعد خروج كاردوزو بيش تلقاها بمشاكل أخرى. يمكن نتصور اللي تراجي ومسؤول اللي تراجي درسوا الموضوع. رأوا المدرب. رأوا الفراق الزادة اللي يدربها. ونتصور المرة هذية. إن شاء الله المدرب هذية. يعطينا على الأقل التراجي اللي نعرفوها. التراجي اللي تهاجم. التراجي اللي عندها الشخصية. والبرسوناليتي اللي بيش تخليك اليوم. تمشي للزيشيانس متاعك. سواء في البطولة اليوم اللي قادة تتعثر ولا غدوة معنافية. في رأيك طرق. هو البروفين المناسب هو الشخص المناسب. هو قادر يرجع الهوية اللي تنحل خطرها كاردوزو. بتباعة بيش يوفروله زيدا. معنا مش كان المدربة كاو. معنا كيتوفر له الأجواء. انتي كيتحط تحط له. الحاجة الوحيئة اليوم إسلام أنك بيش تغير. معنا حتى اللاعبين بيش تخرجهم اليوم. معلش أنا المرة اللي فيت قلت يلزمنا نزرب ونجيبه مدرب. دونك اللاعب راو يتبدل. الموتيفاسيون بتاعه تتغير. يعرف اللي فما مدرب عنده شخصية اليوم. ما يعرف حتى واحد. بيش يدخل على فريق بتباعة بش يتفرج بش يراه. ورحة الأدوات موجودة. الأدوات موجودة في ترجل يتوزي بيش تلعب الهجوم و بيش تسيطر موجودة. هم المشكلة تحت ترجل في وقت كاردوزو هي مشكلة اختيارات في وقت ملعبي. والله حتى أحمد حتى بعد كاردوزو معنا حتى في المقابلة بتعنيد رياضي البنزارتي معناه شنو معناه علش لقينا الساس على البنك مثلا. وقت اللي يدخل ملعبي دخلنا معنا حكينا على مكوينة تخلي المكوينة تحساس على البنك. دونك ديما فهمها في المشكلة للاختيار دونك المدرب هذي يروا مرحلة جديدة بمعناية درسة الموضوع متاع المدرب وخذيت برشا وقت نتصور بعد كاردوزو ونتصور مرحلة جديدة للترجل بشي تكون ناجحة. بلايه طارق نحب نتواجه بالسؤال للمروين مروين عناش انتي مثلا تختزل مشكلة الترجل تونسي في البلايه تراشي انه من الاجحاف انه نحمل لبلايلي مسؤولية اللي صار في الترجل تونسي حتى الدخل هو مشكل مروين بعد ما كانت مجل في البلايه الناس الكل حتى في التلاتويات المحالين الكل انقلبوا عليهم يوش مئين درش تصور انت شكون تخلى على الخط صفحات مولودية الجزائر والإعلام في الجزائر فمارس الموم لا معناتها تحسوا كأنه متشفي هي مارس الموم على البلايلي هي معنات هي مارس في التشفي ونصر الأخبار كيفية على البلايلي ومحاولة معناتها إرباكوا بشتى الطرق أنا في تقديري شنو أعمل البلايلي مثلا هل الترجري تونسي ليفر بول ولقينا المشكل كيف في البلايلي هو ليعط الفريق مش صحيح وعليش لعبنا كوتر الآلي ولا كوتر سانداونز مش لعبنا لا 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 كيتكبرو له في السورة أول واحد حكيت عن البلايلي دقيقة دقيقة انت فقط نسكمل سؤال ونطيق تجيو نحن 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 نحمل مسؤولية ما يحدث في الترجري التونسي وإلا تراجع النتاج إلي يوسف البلايلي أنا الراه إجحاف كبير في حق هذا اللعب فشنو قصر البلايلي هل ترى لي كيف كلها ما عندك كيف طيار أن يستطير جال البلايلي هو متسبب في خسائف الفريق ما كنتي الستار اللي جيت العين اللي جيت ببارشة فلوز انتي مفروض تهز الجمعية في الأوقات الصعيبة ما شوفنا هذا الكل إلى حد التكتيكية باش يعرف يوظف كستار ذاك ويعرف يخرج منه ماكسيموم أنت كتشوف البلايلي يرجع زكسيو يخو الكورة يرجع البيو يخو الكورة يمشي على اليمين يمشي على اليسار تي جهود كلها معنات يخسرها في أنه يقعد لوجع الكورة وقت البلايلي تستحق معنات أنت في آخر ثلث هجومي وتلزم بالدورة ذاك يزم ترنير عنده شخصية كبيرة يعرف كيف يوظف البلايلي أعطيته خليجي بكسر لا جوس بركس لأول ما بدنا المسيون وحكينا عن انتدابات التراجي وقتلك أول واحد حكي على البلايلي وحكيت عليه أنا وقت بالأمار وقت حكينا قلنا نجيب الخضراوي ونجيب البلايلي وحكيت على البلايلي بعد ما شفته في الميزان الزايد حتى حد اللي كان فيه حكيت في الميزان الزايد حكيت على البلايلي ما يرجع شي فك في الوكوپراسيون ما يخو عشرة متر ولعبة ما أخذها فون ذي كان في التيرة العشرة متر ما يتفك من غاديك شوف لأن اليوم في الاسبيرانس حتى اليوم القيمة اللي جيت بها بالفلوس اللي عملو له وهي لمن وداخل بسيكوريتي المطار وذي كل شي حتى ملعبية صحاب اليوم لا تخل بسيكوريتي المطار نحكي لك اللي عنا صار تصار تصار لي لا لا حتى كان كيك نجم بحو نجم لا نجم بحو أول واحد حكيت علي أنا واتماني علي وضحك وقال ما يقول لليل كلمذي سمحني سمحوني في العبارة في الجنوب ما يقبلوه سمحوني في العبارة ذي ما تبقى اليوم تونس كيم لدرت على البليل لي لأ لأ دقيقة بركة وسمعت في برشا في بعض ال برشا 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 12 مليون مقتنعة بالبليل إلا مروي تيج مع برشا برشا موش مقتنعة بي واليوم لأ بروف تونس كيم لوليد دارت على البليل يشو قصر البليل يشو قصر اليوم كيجيب مخلص نتكلم بمهور علمية البليل يرى قصر بكذا كذا أحمد قلته خليك كيجيب كيجيب جوار اليوم وانتي الناس الكل تحكي عليه حتى في اليكيب تولي تلعب الناس كل هو حتى السيسيم الدجور بتاع الجماعية تتبدل شوف تنهاج في المشا سالونايت مروين ما تشوف ما تشوف ما زال بكري أوكي ما ما يش مع أحمد بعيد بليلي على مستوى لنعفو لكن ما زال بكري باش نحكم ونقيموه ما زالت البطولة طويلة ستة جوليات اليوم بيانسو لا نحكي لك مليون بعد خمسة ما تشويت ترجي حاشت بليلي في الأدوار المتقدمة بالشامبيونز ليغ وقتها عاشت بليلي ستة جولي العب بليلي ستة جولي العب تتعلم من أتوى تتعلم تتعلم الإسبرانسي راتحنا لليلي ما عاش تلعبه في الشامبيونز خليوه في الشامبيونز في متنينش قصد الحكم القضعي ما يكون تشتوم يكون بعد ما نشوفوه وقتها بعد ما فات الفوت ما فات عليش فم حاجة يا سلام يا سلام هذا يمعراهم من شوكوش فيه وبدأت الانتقادات والناس الكل وليت ضد بليلي ومليكان هو أحسن مليء أحسن انتدا بجي لتونس وهو يقدم الإضافة أنا مليش كونتر من حكيته ردوني مهبول ومن عرش نحكي وكذا وكذا يخوي خرجونا من حكاية البليلي لا لا البليلي يتقلق بل مثلا في الليكيب بتاع تزير في العمار زيادة بشيو قعد بابي ملك تشوف تقول ميزان زيد تيني بابي زيادة تشوف 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 تقول لا لا مش حصل أرب بتحقدم الملاعبي في العمار زيد في الملفونوش أزياد ما تكلموش مع بعضنا ما تكلموش مع بعض عشتو أربو بنا بربي اللي روبة ثم تخلتوا بيعوا في الجميع رياض أنا يزينا تقولي بابي وليخ رزيدين وليخ أحكينا طوى طوى نفس أنا اللي نعرف في التنجر تونسي كيلو زيد 500 دينار يخطي يهوك قعد يلعب شوف هما فما ملاعبية نقولوا احنا ستار هو بتبيعتهم مش اليوم احنا بشو نقولوا راولو بليلي ستار ولا موش ستار بيه الملاعبية ستار هذي بشيز الضغط مدام انتي جيبوا بالفلوس هذيك وعمل تعليل بوليميكا ذيك الكل دوك شيصير الضغط على الملاعبية ذاك وما يصير الضغط كان على الملاعبية الكبار دوك الصغير دي ما تلقاها حتى في الأغلاط بعض وفي المحاسبة ما تلقاش مش غدوية بش مثلا بش نحاسبوا ملاعبي صغير في التراجي كادا ولا ايكس ولا ايكس نحافظ ديما بش تلقانا نقول يمكن وقت نقصد في العمر يعني يقول الخضراوي على البلايلي لا نحن 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 لا نتحدث عن خضراوي وبلايلي رغم الخضراوي ملاعبي غول نحكي ديما على العمر ديما في الشواء متاعي في شريان ملاعبي ديما الشواء متاعي انه غدوية بالنسبة لنا الخضراوي لنقاه معنا بعد نحكي صحي هنا نمشي معك في العمر نمشي معك يا خيانة التهرجية لماذا لم تخذتش البلايلي والخضراوي شنية مشكلتي مثلا ديما عندي الفلوس اليوم وعندي الامكانيات يعني لم تخذتهم شي الزوز لماذا لم تخذتش البلايلي اليوم والبلايلي اللي غود كبش نلقاه اللي هو وراء البلايلي اللي هو الخضراوي النجم يتعلم عليه ملايه بيدي ما يقعد ملايه بيكبير عندك كتاب معينة في الإجابات عندك عدد معين مالفوتو أي ما وانتي يخذت من الأبناء في دي بوست ترك تحس فما حملة ممنهجة على البلايلي قطع نظر على المردود حتى في الزير مع تلس مشاركة حتى في التنافس بتاع الجماعات الاخرين يساعدهم رو الضغط هذي على البلايلي رو مانيها عادي بسي نرمالي ويساعده ويضغط على البلايلي وبتبيت وبش تلقاه بش يدخلك في الدوت طالب لليلي في الدوت والتراجي الكل في الدوت فهمتني دونك هذي كان اللوجيك بش هذي هذي مناف احمد كي قلت حملة انتي هو بيدو ويضغط يتحمل شيء ما أولي بخلاف مستويه حتى الميزان متاعه معنا يا زاد ميزان متاعه هنا الميزان متاعه يا إسلام احنا حكيناها هنا في البلاتو قلنا فما مشكل بدني في التراجي خطبوش هو برك نحن نحكيوك الميزان بركة يا إخي علميا تحكي على تحكي على تحكي على تحكي على تحكي على هذو ما اللي ترى بتكنيك سورته أتليتيك رؤل الملئ معنى فنيا تراهم في التراج فهم رزن طرق انتي مدرب وتعرف يتحمل هو مسؤولية تكنيك خاطر اللي نعرف لحظة خاطر قولي مترجق قالوا لي ما هو يتدرب معانته وقعد يجي ويحظر الصباح والعشية والوقت الكل ما يتأخر عاملهم زيها نحرم وانتش بيك تش بيك ما كملون ولا ينقض بيت يترين على روحه لا يترين على روحه لا يترين على روحه ما كملت سؤالي افهمني افهمني شون حبل فون معانتها قصدي بليكشي حتى المدربين اللي هما واقفين عليه هما لازمهم يخدموله أكثر معانتها خاطر مش قاعد يغيب مش قاعد معانتها فهمته هذك هذك عليش في الخدمة ما فهماش افهمة مجموعة ما فهماش بليلي وفهماش ايكس ويجريك دونك انا بش نخدم الناس الكل فهمة اول حاجة بتبيعة فهمة ساعة الاستاتيستيك فهمة التقييم الساعة البدني اللي انا بش نعمل على البليلي ونعرف ساعات رو فهمة ماس دو جريس رو انت ترى مثلا ولا دو نحكيوا على بيوسكو حتى على مستوى الفكرة في تنفيذ كورة في تنفيذ باس في رنفرسمان لو تلقى فهمة ثقل الثقل ذي على الترجي على مستوى المجموعة ككل موجود يعني الترجي مايش ليكيبك اللي حاضرة ومايش ليكيب اللي حاضرة هذك عليش مافهماش مثلا مراوش اليوم فهمة بريس في الاسبرانس او اللي نورمال مو نلعب في ردز الترجي تعم في بلوك مويان وتستنى في الادفرسير معناية تنجم فهمتني اتاك باتاك اللي هي معناية مطالبة وقت اللي تلعب دو ميسيل بيش ترجي تلعب بيش تلعب اوه يز تكون حاضر بدنيا وحكينا ايه ماينا فهمة نقص بدنيا في تقديري يوسف لبليلي حتى يوزن 90 كيلو برمية الملاعبية القلائل في افريقيا اللي يتعدلك انكوترا هذا وقت يوزن 90 كيلو لات لات احمد لأ وموضة علمية من الجام شو تكنيك رو الملاء والموبة تقدم حتى تحكي على فوتسار راكيتي لا نحكي مارتها تحكي مارتها لا نحكي مارتها لا نحكي مارتها في فوتسار في فوتسار في فوتسار اما تنقع في الماتشوين الكبار على كلمك فما مدربين وقت اللي تحكي معاه في خدمته في خدمته عن ملاعبي مثلا موهبة عن ملاعبي نجم يعملك في أي وقت والملاعبية هذوما كيجيو الماتشوين الكبار اللي يحكي عليه مقبيليك اسلام نحكيو على المقابلات من بعد في الشامبيون الليك صحيح هذوما حتى في البطولة انتي قاعد تخدم على روح كنت ترين صحيح ميذوما بعد في المقابلات الكبار لم يلاعبي هذوما تلقاهم اما تلقاهم يكونوا حاضرين بدنيا بش تلقاهم اي صحيح احنا بي احمد خليس لك المدرب اللي حكينا عليه بس قبل هذا رحب وفابة القاهرة برحب 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 ضيعت البلاس ضيعت بلس احمد احنا غربنا شوية من زكريان لمشينا للبلايلي مثلا خليس نروبتوهم ببعضهم الزوز مثلا بلايلي قلت شوية في البحث عالمدرب زكريان كان درب البلايلي قبل في بريست عمل حتى التصريحات ضد البلايلي كان ما يشك الشيقيم الفنية لكن يقول لك نملاعبي يناقص حتى في الريقور متاعه معتها في التدريبات في جدية في النحو هذا في العودة في البلاي ديفونسيف نعم المدرب قلت يحب الالتزام الدفاعي معتها هذا اللقاء من جديد مع البلايلي نجم يعني مشكلة إذا كان جائزت هو احنا فرضيت انه لو جاء معنا ما زال معنا المعلومة اللي عنا من مصادرنا متراجي تقول اللي هو اقرب واحد اقرب واحد انا بلعكس انه سيطانته انه يعرف البلايلي منقبل ومن تصور انا اي انترنور يبدأ عنده البلايلي في الليف اكتفن تكون مانتها فرحان بها خاطر الكنتكست بريست حاجة وانك تلقى البلايلي في الترجري التونسي حاجة اخرى هنا انتي معاك واحد من اهم الملاعبية في الترجري التونسي من اهم الملاعبية في افريقيا ملاعبية قادر يربح كل ما تشويت ملاعبية معانتها ليدر في الفيستيار ما نصورش انا مثلا زاكريان بشي يبدأ العهد في الترجري التونسي بالتصادم معاك انه النجوم انا في بلاستو اول من جي للترجري التونسي ناخر شرط القيادة ونمنح حاله انتي اليوم القائد في الترجري التونسي وانتي تربحنا والقائد والقائد اللي كان قابلوين وياسين مرياح والابن حميد اللي كانوا عندهم كابيتان معانا عادت نحيوم موس موجودين معانا وقت مصلحة المجموعة ووقت المصلحة الفريق ووقت الانتي تتحب تربح لملاعبية ذاك خاطرة شو اسلام نجم تقول اي حاجة اصمالي حدها في الجروب رايما يش بيها بشنا نحكي لك لو بصراحة انا كاملية ابن راشته مسمعني اسمان لان فمش مفهمة تتقلب حتى ملاعبية في بعضها يتولي يقولك يميسو ياسر وتتولي تتخف في الجروب اي 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 احنا روفهم اسماني كابيتان اسماني المصلحة العامة ديما تسبق المصلحة اليوم زيدا حتى في الجروب ما هيش بيها احمد تكون اسماني انا مع والجماعية اول حاشة انا نولي ليسين مريح كابيتان مش والجماعية دو لا اليوم مش نحملوا كل مسؤولية كابيتان على مستوى البلاي مش تحملوا المسؤولية كتحب تشوف زيدا انتي حتى كما اقول وانا معتها نقول راي هذه المشكلة التي تحكي فيها احمد راي مش هكي وجه نعطي هكي ومشن انا انا تتوقف انتي كإدارة مع الملاعبين بتاعك في ضرف هذا تنا نأكل من نجبه يا احمد عشخوى يمان حتى الراديل ما لا تپيروش البلايلي يا راي يا مرون يا احمد يا احمد تحكي اكي في فريق مالدونة البلايلي في فريق مالدونة الراجل الناس الكل الحكيو العلون بوا يدعو كابيتانا بي عد كراملو يوتيل واحد وياخو بيت واحد يوتيل غنق يس يهزي 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 ايه يا سلامان. فكرتني ما سيريغدو ندخلو له بالعويدة انا. نعم يا يا مرواني. حكي الى من ليه عندو الكنيتاك. عشبكشي. سيبون حكينا برش على البلايلي. ثابت خاني أخيراك في المدرب دير زكريان. سؤالي متاعي اللي كانت تابت. التكتيكي المدرب كما حتى احترحته قبل السؤال. حياته الكل يلعب مع الله لعب دفاع. وحتى هذا قاله هو قريت له حوار في 언제 mondial. يقول إنه يحب يلعب التالي ويلعب على هجمات المرددة اليوم مدرب في عمر 6 عام هو إذا كان جال ترجي نجم يبدل فكره التكتيكي ويتأقلم مع الفريق اللي جاء فيه ساشون كيو في الوقت اللي هو مسيرته كاملة يلعب بتريقة لعب معين باكوسير المدرب يزم يعرف اللي ترجي رادي تونسي الثقافة متاع وتاريخين ترجي يلعب لاتاك بلاسي وعندو الشنجمون دوريتم الشنجمون دوريتم اللي مع كاردوز والحقيقة هذه النقطة السلبية بالنسبة للموديل دي جيمتا كاردوز ديما في 3040 متر الأخيرة فهم برشة صعوبة عكس سنوات الأخيرة سواء مع الجعادي ولا مع مع الشعباني دونك رينا ونو ترجي ينجم يعمل وقت اللي يستعمل أكثر للكونتراتاك واللاتاك بلاسي دونك تاريخين ترجي كان ناجح في النقطة في النقطة هيدة لكن جمور ترجي يحب يشوف ترجي اللي البوزيون اللي تكون عنده بنسبة عالية يحب يشوف كورة الحقيقة اللي مع كاردوز وما ريناهاش برشة صوف في بعض المقابلات دونك البداية متاع كاردوز الحقيقة كانت طيبة بدل بعض الحاجات لكن الحقيقة ما أقنعش ما أقنعش في عام كامل ما أقنعش عكس المدربين تونسة اللي قبلوا اللي ممكن بلوزو موا بلوزو موا كان عنده ما أقنع دونك هو معمل بشكل بريمون وكل حاجة كبيرة برشة اللي خليتنا شوفه ديفيرونس واضحة بالموديل دي جين متاع كاردوز وإلا تعتار طيبة وإلا الشابين المدرب اللي بشي جيه صحيح هو أنه يلعب على التاك ربيد لكن كما حكيت يجب أن يفهم اللي جمهور التراجي في البطولة التونسية يحب يشوف اللي كيف متاعه متفوق بنسبة عالية خاصة في البوزيون والبروجي دي جيز ميكون فيه آآ ستيل اللي يقنع أعباء تراجي رياضي تونسية طارق المدربين اللي كبار في أوروبا اللي يصنع اللعب معناها واضح اللي يدرب فرق كبيرة معناها ميزاني تراجي ما تسمح نجيب مدربين من نوع هذا لهنية تتلازم انك تجيب مدربين من الصف الثاني اللي يلعب مستنسين بلعب الدفاع كيانو التوجه المدرب الأجنبي كيانو مفروض عليك أكثر هل أنك تحب تمش تجيب أجنبي خاطر أجنبي وإلا أنت تخمم في الهوية وطريقة لعب من تلك هل سؤال الرئيسي اليوم أو فتراجي هل أنت ماشي للأجنبي فقط خاطر أجنبي وإلا فما بروجي معين وبروفيل المعين وحاجة معين الملكز عليهم أول حاجة سلام في اختيارك للمدرب لا تنجمش تقول مثلا جايب أنا مدرب يعمل لتاك بلاسي ولا جايب مدرب رو متاع كونترا تاك بوا أنت والساعة المورد البرشارية اللي عندك أنت الملاعبية اللي عندك أنت وشن بشي تراه أنت في اليكيب زاد زاد الرؤية متاعك يقول لك ثقافة التارجي نو تعمل ديما لتاك بلاسي تارجي ديما عند الملاعبية مليوم في التارجي عندك أنت الملاعبية التكنيك ذو ما اللي يصنعون لك اللعب موقت الاختيارات كتكون أنت غالطة ولا بش تعمل ستاسيون قولوا ديما فما ستاسيون زيدة صورتو في وسط الملعب بتاع التارجي سنورمال الكورة ميش تمشي صحيحة اليوم نحكي عن الدوميناسيون طو تاب تقال على الدوميناسيون صورتو معنى إيما تارجي في مات السيابية زيدة كيف كيف عام ثمانية بالمائة بوسي معنى الكورة عندو ميش تارجي اليوم ميش إفكاس تارجي اليوم فما ملاعبية معينين في دي بوست معينين ناقصي هي فرضت بش تلعب نعرف طيحة البلوك إي نعرف إما كي تايحة البلوك فما زيدة اليات تايح للبلوك أي ادفرسير اليوم مش تلعب إحنا مع سندونز عم نقول طيحنا البلوك إحنا تارجي طيحنا البلوك مع سندونز في رتس هكا أمام تارجي سؤالة شنو هل أنت اليوم مجبر لأنك تجيب مدرب من أوروبا وصف ثاني ريان كه خاطر ضغط الجماهير يحبوك تجيبه ترانجية وقال تشوف تونسي عنده لكاليتين يجيب يجيب لك مع المجموعة يخي أنا مش بالضرور أنا نجيب أجنبي وصف ثاني خاطر حسيت كأن لازم نجيب أجنبي مهما أجنبي قطع النظر على البروفيل متاع هذا المشكل قبل مثلا التراجي يجيب بريزيليان تلقاهم من كل يلوجوا على بريزيليان اليوم يمكن النجاح مثلا بيتونيف في الكلوب أفريكان يجيب فرنسي وتبدل خاطر التراجي يزيد في البريريود الاخرانية وممشيتش الكورة مع معين في آخر المحطة مع تارق في آخر محطة رغم رينا لمشيتش مع جعيدي كيف كيف اليوم عودنا رجعنا نحكي على جعيدي وقت اللي مااني فما مشكلة في جعيدي فنين ورينا حتى التراجي في الوقت اليوم نحكي على البليلي وقت زاد نحكي على الهوني تحرك الهوني فما تراجي ما تحرك ش الحن هوني بالرمضان وبرمضان وبرمضان مااني شوف الملاعبية رأيت فرق. قلنا رأوا الملاعبية هما ليزاكتور هما الي يخلقوا اليوم الفرص اليوم انت قلت لك انا رودريغو اهبط في كنز منوت نفس الترجي معناه نحكي لك في العمق اللي هو مش موجود. رودريغو ماي فات قلتها غالت اذا اهبط ميتون اه. فهبط نبيه ميتون. ميتون كامل اهبط. فمعناه شوية وقت معناه بارابور وموش من الول. معناه تعرف انت ملاعبي راجع من البلسور ملاعبي بلسور حتى معنى مشكلة ورجع من بعيد. دونك الفنيين عطان الاسبرانس على اقل انبروفوندور خلال الترجي تتنفس. الترجي دي ما تلعب في العمق. الترجي دي ما تلعب القدام. الاسبرانس اللي تايح البلوك وتستنى لتك رابيد. هذي موش ترجي وجمور الترجي ما يسبرش عليك حتى كافة من الرزولتات. ونذكروا الي عام ناول. رانا مفوتناش لا نزيروه احنا راه. حتى مع سن داونز. معناه سن داونز وصلتنا ببارشة للكاجم تعنا وقلتنا راهو مميش كان عنده ببار كبير باش الاسبرانس تكون في الفينال. سيوا شامبيونز ليك. وهي اللي ترشحنا الكيس العالم. وحتى مع اضعف الفيرقة اللي هي نحكيه على السيكا بجون معناه بضربية الجزائي دونك الترجي صحيح في وقت من الوقات انجحنا على خاطر اهنفي بخاخنا هذك اللي عنا معناه كوم كاليتي كوم ملاعبية ونومبر وبرشا حاجات اليوم بدنا مع ملاعبية اكثر تكنيك عندك حلول اخرى ميملقي نازة ده كيف كيف الحل وتخلنا الدوت انا نحب حاجة بركة حتى كان يدخل الملاعبي في الدوت ما يزمش النادي يدخل في دوت معناه يزم الناس تعرف شنوه تخدم تعرف شنوه تعمل وتعرف اللي البساجة ذاية افيد هذا ولا الفراغ ذاية رويز يجي ديما للترجي ديما كلها معناه انت سألت الحساس الماضي على شكون قاعد ينتدب في ترجير تونسي وشكون قاعد يجيب في المدربين والملاعبية فما كل يوم يخرج البارح على المدرب نورديل معامرية تونسي اللي في انجلترا عنده برشة تجرب امكانية انه يكون في المدريات في ترجير تونسي سألنا الحق عن موضوع هذا ما تنفيش الاخبار من الادارة الرجل لكنه ماوش هي لحد الان فما حد شي رسمي فقط ممكن بعض جس النبض اللي صار الاولوية في ترجير اليوم للمسألة المدربة لحد الان فما حد شي مع المدرب نورديل معامرية ذا هل مهم ثابت انه يكون مدير رياضي في ترجير تونسي اليوم بطبيعة في الانديا الوروبية كل فيتاليا المانيا فرنسا اسبانيا يعني وظيفة المدير رياضي مهمة برشو خاصة وانه المدير رياضي يجب يكون عنده اللي صنص يعني اللي صنص تكنيك كما عند المدرب يقوم بالفورمسيون متاع ويأخذ شهادة مدير رياضي يوم بعد الانديا تقوم بانتداب المدير رياضي الشاي اللي ما عناش في تونس والحاجة هذه نقطة ذكرتها برشا مرات انا في الاعلام منذ اكثر من ثو ثمانية عشر سنين والنيدي ينزم الادارة الفنية والجامعة تونسية لكل القدم تقوم بتكوين خاص للمدير رياضي ما كفيش وانه اللاعب سابق وإلا مدرب من مدرب ينطلق المدير رياضي مهمة المدير رياضي الحقيقة تختلف برشا هو اللي بش ينظم اللي دي بارتمو كل كسو عن تاع سكاوتينج لاناليز دي بارتمو اذا كان دي بارتمو يعني بالحاجات الذهنية دي بارتمو اتليتي كم بارتمو دي بارتمو دي ريشيرج الحاجات هذه نحكي فاعتوه اللي دي بارتمو عظم فرقة كبيرة كما تراجل للإفريقا والنجم الحقيقة والنيدي سفيقسي نونك يزيم يكون عندها هايكلة من نوع هذا وتخمم من توا وإنه يعني تبدل تولي تنظم التطور الهيكلة متاعها وتنظم الإدارة الفنية متاعها كسوها لامينيستراتيف والتكنيك الشي اللي حقيقة اللي مهوش موجود لحد لين واذا كان مهوش موجود لحد لين مشاكل دي ما بشتبقى في كورة القدام التونسية والانديا الكبرى هذه نونك معامرية صحيح عنده خبرة وعنده تجربة الكبيرة في البطول للشامبيونشيب خاصة وكان قدم موسم الحقيقة موسم ممتاز سنة الماضية واللي يقبلها ينجم يكون عليش لا حل من حلول اللي ينجم يجيب معاه أفكار يعني أفكار مختلفة شوي ينجم يطور شوية العمل الفني والعمل الرياضي بصفة عاملة في الدرجل ناسل ثابت اندي غارية تعافوا في السيوتتي فاقبل ناسم لا ما نعرفه ما ما نعرفوش في السيوتتي لاي بش ناسل كان في المقافسة ومبعد المرسة ومبعد المرسة المرسة والمقافسة كل أساعة 890 في السيوتية هو مدرب همم دون كروف هم فرق ما بين مدير رياضي وما بين مدير فني كنا نتحدث عن مدرب مثلا رينا حتى في البريزيل مثلا شنية علقته بالمدير الرياضي شنو معانا ماذا قلت لا افكار اللي ترح على الادار احنا احنا اجي قللك عاج روا مدير رياضي يزمت تمشي بعقلية تونسية ما بش تركب عقلية من بره بظروف تونس وتوينس احنا قلت انا المرفات تاكزابل بتاع مايفريدي رينا ببارما ورينما ما شنو في ثلاث ايام ولا في جمعهم بعد اتنحة من الاسبرانس يعني الافكار بتاع المدير الرياضي على اول حاجة هو معانا مدربة ارينة التاراج يلزم تعرف التفاسيل النادي يبيدوا وكيجيبانا مدير رياضي ما اجيبوش تصويرها الخطران عنا مدير رياضي اخر يذور لي في الاسبرانس نتصور هك لا انا فاميش لا انا فاميش اشنو فاميش اليوم مدير رياضي في التاراج مدير رياضي اللي قاعد يعني في سياسة في سياسة النادي بتبيع تباع فاميش منصب متسمي مدير رياضي الخطة اللي تسمى حتى مدير رياضي مخدمش مدير رياضي في الإسبرانس خدمه يمكن حاجة يتخل طارق ريتها أهم حاجة في اللي قالوا إسلام رغم هوش اسم الشخص أهم حاجة هو وعي هاي وبداية تشكل وعي لداء إدارة الترجرية التونسي اللي هي لازمها هيكلة في القريب العاجل للفريق أحمد ما نعيش حاجة التجربة قبل فتراجة ومع شكر الوئي عرزيات لمسيني ما نعيش حاجة برشة فهل طارق بي عليش ما تنجحش عليش لال هذا اللي قلت ولك علي ريت النجوم اللي لعبوا قبل فتراجة التونسي اللي لعبية القدامة تعرف عليش ما نجحوش خاصة مع سيد حمد المدب لأنهم يفتكون الأضواء ويفتكون النجومية ويحاولون تلميع صورتهم علي نفسي النجومية هيدا من أحمد على حساب الجامعية عليش الوحيد اللي نجح في التراجة التونسي مع سيد حمد المدب اللي هو رياض بن نور لأنه رياض بن نور ما هو مدير ياضي رياض بن نور لا خير ياضي وكله هو في كل في الإستيراس فما سيد حمد المدب وفما عليش رياض بن نور يعمل كل شي في التراجة التونسي عليش نجحكا عليش عليش رياض بن نور نجح لأنه يخدم في الخفاء لأنه لا يستعرض عضالاته ولأنه لا يخرج يقول ينسب النجاح لنفسه دائما ينسب النجاح إلى المجموعة وعلى سيد رئيس الندي اللي خليل نسبه النجاح لنفسهم لا لا المدير الرياضي في الدرجة. أنا اللي حبيت قصدته. فما وعيته في الترجل. السيد حفي المدب قاعدة ترجل تونسي إلى التقلق وتتويج محليا وقريا ولكنه لم ينجح في إرساء إدارة عصرية في تكوين هيكلة واضحة للفريق أسوة بالفرقة لتنفس الترجل تونسي على مستوى أفريقي مثلا كمال أهل المصري. قاعدة جامعية معناتها يعني من شخص واحد اللي هو السيد حمد المدب. غير عندما يغلق الهاتف كل شيء يحبس. كلمة كلمة طلبت والزوز ما عاش عندكم كلمة قبلة من سكرت. فاي بتطلبت كلمة؟ دونك أنا كل سواء المدير الرياضي والمدرب في الجيل الترجل يزم سيد حمد المدب والمسؤولين في الترجل يعرفوا اللي التنظيم الإداري والفني بتاع الترجل يزموا يتطوروا. اللي العمل اللي قام بالسنوات الكبيرة صحيح عمل الكبير قام به سيد حمد المدب. لكن توا كي ما كان يحكي إزد حمد أسوة للأندية الكبيرة في أفريقيا ولا حتى في في أوروبا واللي ترجي يعني مثال آآ مثال آآ مثال الأندية الكبرى في في أفريقيا وحتى في العالم. دونك يزم لهيك لامتاعها تطور وما ومش كل شي يعني يرجع بالنظر للسحام دين المدب. دونك الإدارة يزم تاخد ثم عمل يوم يقوم به مدير فني والمدير رياضي بطبيعة بعد فما تعاون مع المدرب الأول آآ للنادي. لكن مطبع الكلمة اللولو الأخيرة تبقى للرأس نادي. مفابت ساعات آآ ساعات اليوم حتى الجماهير الرياضية هكي أو اللي حب تعرف الفريق متاع حش كون قاعد يقوم بالانتدابات. يزم ورغاني غرام واضح سمع اي ساحيت. مفابت لازم يخرج كما طوي في الاتوال. قولك زيد جزيري هو اللي معطل مسؤول عن انتدابات. زيد جزيري. ايه بأعكي. مش طوي نحكي. اه. باركزيون. باركزون 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 باركزون. مومو دي رياضي على الخرق. حتى الجماهير الرياضي اليوم كي منجحش. متان. باركزون 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 بليلي. شكرا